أكدت الكاتبة فوزية رشيد في صحيفة أخبار الخليج أن قطر فتحت جيوبها ليس فقط لتمويل الإرهاب وإنما للعمل بشكل منفرد أيضا لزعزعة أمن الدول العربية اليوم ندرك أكثر مما مضى أن المقاطعة العربية الرباعية للسلوك القطري النشاز الذي هدد ولا زال يهدد أمن العديد من الدول العربية هذه المقاطعة بقدر ما كان ضرورية إلا أنها لم تكن كافية في ردع قطر عن الإيغال في سلوكياتها وسياستها التي في مجملها تقع في دائرة التهديد للأمن القومي العربي قطر التي ارتمت بشكل كبير في حضن أعداء هذا الأمن قطر هذه للأسف هي التي مولت وتمويل تحركات التدخل الإيراني في دول المنطقة وبشكل كبير وقطر هي التي فتحت جوبها ليس فقط لتمويل الإرهاب وإنما للعمل بشكل منفرد أيضا لزعزعة أمن الدول العربية بتوظيف المال السياسي والإعلام الصهيوني الذي تبطه قناة الجزيرة منذ أن تم تأسيسها في التسعينيات تمثل دولة نظام الحمدين تهديدا صارخا ومستمرا ليس للدول الأربع وحدها وإنما لكل دول المنطقة العربية والتحالفها مع أعداء العرب الطامعين في الجغرافية العربية من خلال استقلال مخاططات دولية مشينة تجاه دول المنطقة لعبت فيها قطر دورة داعم اللوجستي والملشيوي لكل المرتزقة والملشيات وأفكار التغيير الهدامة وجعلت من الأرض القطرية مسرحا لقواعد عسكرية مختلفة ترجمة نانسي قنقر